السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى احوالكم تكون بخير وعلى خير في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فاطيرة اللي سهلة هي بدون لحم للعشاء او الكاسكروت تقدروا تصيبوها يعني سهلة بواحد الحشوة اللي كتجي رائعة بالبطاطس وايضا واحد الحشوة اللي ابنينا كنتمنى انكم تجربوها تبعوها يا لفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير ايضا ما تنساوش خليولي لايك على الفيديو ايضا تعليق وما تنساوش ايضا تبعوها تجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب بلا ما نطول عليكم اندوزوا باش نعرفوا المقادير والطريقة ديالتحضير فواحد المقلات غادي ندير جوج معالق كبار ديالزيت النباتية من بعد غادي نضيف عليهم جوج بصلات كبارين اللي قطعتهم هكا يعني مربعات صغارين وغادي نخلي الكل تشحر بالنسبة العطرية غادي نضيف فقط شوية ديال الملحة وايضا شوية ديال البزار هاد الحشوة سهلة وايضا كتجي في المداق بنينة وكفكرة للعشاء كم تلكم او اللا كسكروت يعني تقدروا تصوبوها في اي وقت بغيتوا ويعني سهلة يعني كتوجد ضغية ضغية بدون يلحم بالنسبة لهذا الحشوة اللي غادي ندير لداخل ديال البطاطس فهي اختيارية انا فقط قطرحت عليكم هاد الحشوة هادي اللي كتجي سهلة غادي نخلي هاد البصلة تشحر مزيان حتى تهبط وغادي نطلقه من بعد بعد ما تشحرت البصلة وولتنا على هاد الشكل هادا غادي ناخد واحد الحبة ديال الفلفل اللي قطعتها مربعات وغادي نضيفها على البصلة ونخليهم يتشحروا تقدروا تديروا الفلفل الاحمر والاصفر كما يمكن لكم تكسافيه غير بالفلفل الاخضر غادي نغطع لهم ايضا وغادي نخليهم حتى انهم تشحر الفلفل من بعد غادي نضيف عليهم جوج حبات كبار ديال الطماطم اللي قطعتها حتى هي على شكل مربعات وغادي نخلط الكل ونخليهم حتى تشحروا مزيان وتهبط هادك متشا للطماطم تهبط وتعسل هكا تتعلك وايضا باش طيب الفلفلة العطرية غادي نضيف الفلفل الاحمر غادي نضيف ايضا الخرقوم بالنسبة للعطرية دائما نضيفوها حتى الاخير يعني ما اضيفوهاش مع البصلة باش ما تتحرقش وغادي نضيف شوية ديال الكامون ايضا غادي نضيف جوج حبات ديال التوم اللي حككتهم بالنسبة للبطاطس كيما كتشوفوه في الجنب يعني قطعتها على شكل دائري وقليتها في شوية ديال الزيت حتى كتشد راسها شوية ما نخليهاش حتى تتقرمش وغادي نضيفوها على جنب باش هكا نصوب بها الفطيرة ديالنا بعد ما تشحروا العناصير كاملين وشربو الماء يعني غادي نخليو هاد المكونات حتى يتشحروا وما يبقاش فيهم الماء غادي نطفع لهم البطاط ونخليهم على جنب كما كتشوفو البطاطس يعني بقاتها ككبيضة مخليتاش حتى تحمرات باش ما تتقرمش غادي نجيب شوية ديال الزيت وغادي نديرهم في واحد المقلات اللي ما كتلصقش يعني مقلات ديال الطيفال ندير قير شوية ديال الزيت ومن بعد غادي نبدأ نصطف البطاطس من نصف الكيمية اللي حضرت قدرت هنا يا جوج حبات ديال البطاطس تقدروا تزيدوا او لا تنقصوا على حسب الكمية اللي بغيتوا انكم تديروها قدي نبقى هكا كنصف حتى نصفهم كاملين في القعر ديال المقلع نحاولو اننا نقدو ديال بطاطا باش ما يبقى والناش الخويات باش جينا الحشوة فوق البطاطس يعني ما تهبط الناش للتحت من بعد غادي نجيب الحشوة اللي حضرت من قبل وغادي نوضعها وغادي نضيفها فوق داك البطاطس كلها ونحاول هكا نصفها يعني حتى تغطي لي داك بطاطا كاملة بعد ما قدينا الحشوة مزيان غادي نجيب الكمية المتبقية ديال البطاطا وغادي نديرها هكا من الفوق ونحاول انني نغطي بها هاد الفطيرة ونصفها هكا من الجوانب وايضا من الوسط حتى نغطي والحشوة كلها من بعد غادي نجيب كمية ديال فروماج احمر اللي محكوك هتشكل هدا تقدو تزيدو ايضا فروماج موزاريلا هنا هيك تفيت فقط تغيب الفروماج احمر هدي نديرو هكا من فوق ونغطيو بها هدك بطاطا اللي استفنوه ايضا غادي نحضروا من قبل واحدة ربعات ديال الحبات ديال البيض مع شوية ديال الملح وشوية ديال اللي بزار وغادي نطربوهم زيان على هاتشكل هدا وغادي نضيفهم من الفوق ونغطي بهم هديك الفطيرة باش هكا تجمع ليه بتطال تحسينية وايضا بتطال لفوق فاش نهزوها غادي تجي على شكل واحد الفطيرة اللي كتجي شهية زوينة وسهلة كما شفتوه في المقادير ايضا ما كتطلبش بزاف ديال المقادير وكتوجد ضغية ضغية من نسبة البطا شعلت عليها على عفية يعني مهيلة حتى المتوسطة ما نجهدوش بزاف فقط احنا غرضنا ان الفروماج يدوب وايضا باش يطيب البيض غادي نغطيهم هكا بوحد صينية هات عندي المقلة كبيرة وغادي نخليهم حتى نحسو بدك البيض انه طعب هاتشكل هدا ايضا كما كتشوفوا الفروماج رهداب سافي وغادي نقدموها بصحة والراحة غادي نقطع معاكم واحد المرسو باش كتشوفو كي كتجي من الداخل كتجي دك بتطا من الفوق وايضا بتطا من التحت كتكون تحمرات بتك شوية ديال الزيت اللي درنا لها المداق ديال فروماج كي يجي رائع ايضا مع البيض وايضا المداق ديال الحشوة اللي درناها الداخل كنقدموها بصحة والراحة كان هذا الاقتراح ديال اليوم كنتمنى انه اينا الاعجاب ديالكم لمزيد من الوصفات اشتركوا في قناة امتها شانيل نطلقها وان شاء الله في وصفة اخرى اللي سهلة وبنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة